اشتركوا في القناة ومن طائرة اجنيحة الشام تقلع من مطاري دمشق وقاعدة حميم الروسية في الاذقية وتهبط في مطار بنينة ببنغازي او قاعدة الخادم الاماراتية جنوب المرج وغالبا ما يتم اخفاء مسار الطائرة من الرادار بمجرد دخولها للاجواء الليبية الى ذلك دعا مندوب ليبيا في الامم المتحدة الطاهر السن يوم الثلاثاء رئيس لجنة العقوبات بتوجيه مداخلاته للدول المتورطة في العدوان لتفنيد ما ورد في تقارير فرق الخبراء واذهار الحقائق بدون مواربة استني في كلمة له في اجتماع لجنة العقوبات الدولية بمجلس الامن استعرض جرائم وانتهاكات بعض الدول التي وثقها واوثقتها تقارير لجنة العقوبات الدولية مطالبا فريق الخبراء بكشف اسماء الدول التي لم تتعاون مع لجنة الخبراء في اعطاء ردود واضحة وصريحة بخصوص الاتهامات المواجهة اليها بالاخص منذ بدء العدوان على العاصمة طرابلس بشهر ابريل سنة 2019 غادر رئيس المجلس العلى للدولة خالد المشري الاربعاء المملكة المغربية بعد الزيارة رسمية اجرها لمدة يومين بحث من خلالها المشري مستجدات الازمة الليبية المشري خلال زيارته والتي كانت بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي بحث امكانية تعديل اتفاق اصخيرات بما يتوافق مع المرحلة الحالية مؤكدا انه سيتم التعامل مع كل الاطراف الممبثقة عنه باستثناء مجرم الحرب حفتر اعلن المركز الوطني لمكافحة الامراض تسجيل 190 اصابة جديدة بفيروس كورونا في اعلى حصيلة سجلت في يوم واحد منذ انتشار المرض في ليبيا واضح المركز في بيان الله الثلاثة ان الاصابات توزعت على 17 مدينة تصدرت فيها طرابلس بتسجيلها 50 اصابة كما اعلن المركز وفاة ثلاث حالات وشفاء حالتين ليصل بذلك مجموع الحالات المسجلة الى 3017 اصابة توفي منها 67 فيما تعافى 579 مصابا نهاية الموجز دمتم في حفظ الله وامنه